بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و 600 مليون درهم استفاد منها 5685 مواطناً ومواطنة في مختلف أنحاء الإمارة ليرتفع بذلك مجموع الحزم السكنية المقدمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13 مليار و 440 مليون درهم استفاد منها 9292 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة وشملت هذه الحزمة قروضاً سكنية بكافة أنواعها إضافة إلى إعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود ومتوفين خلال عام 2023 من سداد مستحقات القروض السكنية كما تضمنت الحزمة أيضاً من منح راض سكنية ومساكن جاهزة ترجمة نانسي قنقر